أهلا وسهلا بكم نواصل وإذا سلسلتنا مع أبونت واللغة العربية بدرس لتسهيل التحرير باللغة العربية عن طريق التعرف على أمكنة الأحرف العربية على لوحة المفاتيح بما في ذلك الأحرف الغير اعتيادية كعلامات الترقيم والحركات لكن أولا نبدأ بالرجوع لتخطيط لوحة المفاتيح حين أردنا في أول درس إضافة اللغة العربية ضغطنا على علامات زائد هنا وظهرت لنا نفيذ بها عدة نسخ من اللغة العربية كيف نعرف الفرق بين هذه النسخ أولا نضغط على اللغة مثلا هنا اللغة العربية ونضغط على معينة فيظهر لنا أو تظهر لنا نافذة بها كيف يتوزيع أحرف أو الرموز المستعملة في هذا التخطيط على أزرار لوحة المفاتيح مثلا لو لاحظنا هنا أعلى الأزرار التي بأرقام الأرقام موجودة أسفل وهناك رموز أعلى نفس الشي الحروف العربية موجودة أسفل ومثلا الحركات هنا موجودة أعلى هذه بالنسبة للعربية خالصة لو مثلا لاحظنا العربية الخاصة بالتخطيط أو تخطيط اللغة العربية الخاصة بالمغرب نلاحظ مثلا أنه لعكتنا الأزرار التي بأرقام الأرقام أعلى والرموز أسفل إذن كيف نتعامل أو كيف نفرق بين هذه التخطيطات أولا نختار التخطيط المناسب للوحة المفاتيح التي نستخدم عموما أن نستخدم لوحة مفاتيح عليها خطوط عربية سيلاحظ أين توجد الرموز والأرقام بعد ذلك أنا مثلا هنا سأريكم كيفية التعامل مع هذا التخطيط إذن ألاحظ مثلا هنا في الأزرار التي بأرقام الأرقام موجودة أسفل إذن لكتابة الأرقام أضغط فقط على الزر لكن لكتابة الرموز أعلى أضغط على Shift زائد ذاك الزر مثلا Shift زائد واحد تكتب لي علامة التعجب مثلا Shift زائد اثنين أت وهكذا من نسبة للتعطبيق على اللغة العربية أو على حرف اللغة العربية مثلا لا ألاحظ هنا حرف الكاف الكاف موجود أسفل لو ضغط فقط على حرف الكاف لكتاب الكاف لكن لو أردت كتابة نقطتين يجب أنا أضغط Shift زائد حرف الكاف فألاحظ أن هناك حرف ثالث في مثلا في الزر الموجود عليه حرف الكاف حين يكون هناك حرف ثالث أضغط على كنترول زائد ذاك الحرف مثلا كنترول زائد كاف يكتب لي هذا الحرف كاف بشرطة أو رقبة لنطق حرف G الموجود باللغة الفرنسية نفس الشيء بالنسبة لحرف الجيم لو كتبت جيم فقط تكتب جيم لو ضغطت على Shift زائد جيم تكتب لي علامة أكبر لكن لو كتبت على كنترول زائد جيم تكتب لي جيم بثلاث نقاط نستغل هذا هذه المعلومات في كتابات مثلا علامات الترقيم ولاحظ مثلا أن هنا علامات التعجم موجودة على الحرف أو على الزر الموجود به حرف الزاد لكن أعلى إذن يجب أن أضغط على Shift زائد حرف الزاد أو الزر الموجود عليه حرف الزاد فتكتب علامات الترقيم أو علامات الاستفهام هنا نفس الشيء بالنسبة للحركات ولاحظ هنا مثلا على حرف السين وأعلى هنا على حرف الصاد الزاد هناك موجود علامات مثلا لو أردت أن أكتب حرف الصاد أكتب حرف الصاد هكذا لكن مثلا لو أردت أن أكتب فتحة منونة أضغط على Shift زائد حرف الصاد إذن هذه هي طريقة التعامل مع الأحرف أو رموز موجودة على لوحة المفاتيح الزر أسفل أو الرمز أسفل نضغط على الزر فقط الأعلى نضغط على الزر زائد Shift ولو كان هناك حرف الزلس نضغط على Ctrl زائد ذاك الزر نلتقل لمشكل آخر يعاني من يريد التحرير باللغة العربية مثلا نحن أحرر في برنامج LibreOffice تظهر لننصوص على هذا الشكل حتى لو اخترت التنسيق من اليمين إلى اليسار يبقى هناك مشكل مثلا ألاحظ أن علامات الترقيم تظهر أول السطر مثلا هنا علامة التعجب نقطة يجب أن تظهر آخر السطر لكن هنا تظهر أول السطر لحل هذا المشكل يجب الضغط على هذه الأزرار هنا من اليمين إلى اليسار نختار من اليمين إلى اليسار من يستعمل Ubuntu باللغة العربية أي النسخة المعربة هذه الأزرار تظهر على معترك تلقائيا ومن لا يستعمل اللغة العربية كلغة النظام علي الضغط هنا على تخصيص شريط الأدوات في LibreOffice وهنا يجب أن يظهر أو يضيف هذه الرموز هذا الرموز هنا من اليمين إلى اليسار من اليسار إلى اليمين كما ألاحظ الآن علامات الترقيم موجودة آخر الجمال كما يجب في اللغة العربية كانت هذه الطرق بسيطة لكيفية تسهيل التحرير باللغة العربية على توزيع نلتقي في الطرق القادم إن شاء الله إلى النهاية